بمناسبة بقى ماتش النهاردة في رأيك ايه التشكيل أمسا للأهلي؟ الأهلي النهاردة هيبقى شنوي هيبقى في المركز زاري لأيمن محمد هاني مع اني برضا عندي اعتراض بصراحة شايفين كريم فوادي يلعب انا شايفين محمد هاني مقدمش حاجة من 2013 ل2022 تخلي بيالعب في النادي الأهلي الباكي الشمال اعتقد انه النهاردة هيكون موجود عالي معلول اللي بيقدم مستوى محترم جدا مع النادي الأهلي يعني في نزل البرد ممكن تمضع عن الماطش فهيكون موجود رامي ربيعة وسط الملعب هيكون موجود سليا وحمد فاتحي اتوقع انه مش يلعب بتالت لو ديانجي غايب النهاردة هو كمان تسمي مساء عمل لقطة مبارع ممكن تكون غريبة وممكن تكون كويس انه هو معلنش عن قايمة معلنش عن قايمة خالص فخلاك انت حيران ديانجي موجود اصلا ايمن موجود وده على فكحة كويسة اللي مندرب اول سنة كمة انه هو بيخلي فريرة مش عارف هو يلعب تلاتة ولا يلعب اتنين فهنمشيها لو ديانجي غايب وايمن غايب فهي بس سليا وحمد فاتحي قدامه تلاتة طبعا اعتقد طار محمد طار هياخد مع سامق ومصان حسين الشحات برضو عنصر كويس جدا ممكن يكون موجود افشا فوسط الملعب بيقدر ينقل الكورة ويكون مهاجم محمد شريف لكن قصة ان انت النهاردة تبدأ بكريم في وقت ممكن في باكريمين هو وحسين يقدروا انهم يعملوا جابة كويس جدا ممكن على عبدالشافي والحطة بتاعتناد الزمالك الشمال الناحية التانية برضو عندك عبدالقادر برضو ممكن عنصر يبدأ على افشا انت برضو النهاردة عبدالقادر مهم بيرستاو مهم بيرستاو انت هتعامله ازاي بعد رحيل مسماني لب الروح بتاعه ده هم اصلا حتى كمان الصحافة اعتقد الجنوب افريقية كانت بتتكلم على مستقبل بيرستاو في رأيك هل بيرستاو ممكن فعلا نشوفه النهاردة هل ممكن تبقى مثلا شهادة ميلاد جديدة لبيرستاو هل ممكن يتبقى بداية جديدة ليه مع النادي الاهل بصة الاهل ما فيهش قصة انت المدرب بتاعك ميشي خاصة اللي بتسمعين يمشي من النادي الاهل باحترام هو طالب انه يمشي تراضي لالي يتلع وعمل حوار معه في موقع الاسم الموضوع لطيف جدا لالي دائما بيعرف يخرج الكروج اللطيف وبشكل لطيف جدا